أعزائنا طلبة وطالبات السنوية العامة أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من حلقات الفلسفة قبل ما نخش في موضوع الفلسفة وقفنا لحد فين وهنكمل إيه؟ طبعاً أنا سعيدة بالتعليقات اللي بتيجي بتبين مدى تفاعلكم معنا في بعض التعليقات إنها مبسوطة جداً إن إحنا قلنا بعض الأسئلة وقالت إن إحنا فعلاً بنتمنى إن قبل ما الحلقة تخلص تقوله مجموعة من الأسئلة فإحنا برضو هيبقى نظام لنا إن إحنا قبل ما نختم الحلقة إن شاء الله نقول مجموعة من الأسئلة في عندي أحد الطلاب ولد طالب يعني جوزيف ولد تاني اسمه حسام بيقوله إن إحنا متضايقين من الفلسفة وما بنحبش الفلسفة ومش عارفين نذاكر الفلسفة مش هنقول إن الفلسفة سهل مش هقول لجوزيف وحسام لا زاكر وانادي بشعارات هقوله الحد الأدنى إنك تفهم الكلام يا طارب نتكلم على إيه قصة بتدور حوالين إيه طب بنبتدي كلامنا واحد اتنين تلاتة لازم كده وأهم حاجة حب الحاجة هتلاقيها الحاجة بتحبك طول ما انتوا عاملين نفور ما بينك وما بين المادة استحالها تيجي المادة وتقف معاك ولا إنك هتلاقيها في الامتحان معاك يبقى مش هنملص ودان جوزيف والحسام لا دا احنا هنقول لهم تابعنا ركز معانا افهم الكلام بيدور حوالين إيه قوي عندك الدافع وانت بتذكره هتلاقي الأمور باقت سهلة وباقت كويسة يبقى نصيحة لازم الأول أهم حاجة إنك تحب الحاجة طول ما انت بتحبها طول ما انت حاطتها قدامك هدف طول ما انت هتوصل للهدف من خلالها تعالوا نشوف احنا خدنا إيه وصلنا لحد فيه احنا مشينا خطوات على فلسفة البيئة اتكلمنا على بيتر سينجر طلع يدافع عن الحيوان اتكلمنا على توم ريجا طلع يدافع عن الحيوان اتكلمنا على قلد لبولد اللي وسع الدايرة شوية واتكلم على اخلاق الارض بما تضمه من شمس وهوى وطربة وحيوان ونبات اتكلمنا شوية على ايرني نايز صاحب مذهب الايكولوجيا العميقة اللي بيدعو الاحترام القيمة الذاتية لجميع الكائنات الحية بصرف النظر عن مدى فوايدها للإنسان هن عميقة لأنها تبحث بعمق في علاقة الإنسان بالواقع الفعلي طب تيجوا نفتكر مع بعض المبادئ الايكولوجيا العميقة مبادئ الايكولوجيا إنسان حيوان نبات أذكر ستة من مبادئ الايكولوجيا العميقة إن عافية وطرعرع الحياة البشرية وغير البشرية على الأرض لها قيمة في حد ذاتها لابد من وجود إنسان حيوان نبات كل دول بيكملوا بعض والتلاتة اللي هم قيمة في حد ذاتهم طب تاني مبدأ إن تنوع أشكال الحياة لقيمة في حد ذاته خلي بالك ثلاثة إن التدخل الإنساني في عالم الحياة الغير بشرية أصبح مبالغ فيه والوضع عمال يزداد سوءا طب تعالف أربعة عشان تزدهر الحياة البشرية وغير البشرية إن ازدهر الحياة البشرية وغير البشرية يتطلب عدد سكان أقل طب خلي بالك المبدأ الخامس إن التدخل الإنساني في عالم الحياة الغير بشرية أصبح مبالغ فيه والوضع يزداد سوءا عشان كده لابد من تغيير السياسات اقتصادية ثقافية تكنولوجية حتى يتحسن الوضع عن الوضع الحالي سمع واحد بيقول لي المبادئ صعبة مش عارف أحفاظها إلعب لعبة التأسيم بجانب مذاكرتك مبدأين تاني يوم مبدأين تالتي يوم مبدأين بقى ست مبادئ طول ما انت بتبص الحاجة على إنها مكدسة وصعبة طول ما هيحصل بينك وبينها عملية نفور طول ما انت بتتغلب على المشكلة وبتقرب منها طول ما هتلاقي العملية باقت سهلة تيجي نبدأ النهاردة شخصية جديدة وجهة نظر جديدة ألا وهو هانز يونس تعالوا كده نشوف يا طارة صورة هانز يونس ونعلق عليه ونشوف يا طارة هانز يونس بيتكلم عليه طبعا احنا بنشكر فري الاخراج اللي بيجاهز لنا مجموعة من الصور الفلاسفة اللي بتساعدنا ان احنا نقترب من الصورة ونتخيل شكل الفيلسوف وهو يطارة بيقولي احنا هننتكلم على الفيلسوف هانز يونس قدي معنا صورة هانز يونس هتتكلمنا النهاردة عليها هانز يونس هانز يونس هيكلمنا على اخلاق المسئولية اخلاق المسئولية عزيز الطالب تيجي نرسم رسمة نشوف اخلاق المسئولية بتتكلم ازاي نبص في الصورة دي اللي احنا هنعملها ادي الصورة ده صورة انسان وخلي بالكو ما بعرفش هرسي بس احنا بنعملها صورة كده وده صورة الحيوان وده صورة النبات وده هانز يونس هتشرح ايه هانز يونس طالعي يكلمنا على كلمة اسمها اخلاق المسئولية لو انا سألتك سؤال بسيط توصي مين يخلي باله من مين ويتحمل المسئولية هل نوصي الحيوان يخلي باله من الانسان والنبات لا طب هل نكلم النبات يخلي باله من الانسان والحيوان لا يبقى احنا هنكلم مين الانسان اش معنى الانسان لان الانسان واعي لأن الإنسان مدرك لأن الإنسان فاهم المسئولية ويتحمل نتيجتها عايز أقترب من الصورة أكتر شوية لو أنا عندي تلعب بنات كبيرة صغيرة صغيرة وجيت من سفر أخلي الصغيرة تخلي بلها من الكبار بتكلم الواعية المدركة الفهمة الإنسان هو اللي بيتحمل مسئولية الحيوان والنبات لو أنا قررت أجيب كلب قطة وردة وقررت أن أنا أربيهم هل الوردة تيجي تقول لي إسقيني؟ لا ده أنا اللي مسئولة عنها أنا اللي هتحمل نتيجة أن أنا ساقتها وما ساقتهاش طب لو أنا جبت كلب وحطته عندي في البلكونة أو في فوق السطحة وفوق العمارة هل هو هينزل يقول لي أكليني شربيني؟ أنا المسئولة عنه يبقى معنا كده هينز يونس عزيز الطالب يحمل المسئولية للإنسان هنقول بس جملة تيم يؤكد يونس أن الإنسان هو الأكثر وعيا وإدراكا لضرورة التعاون المتبادل بين الكائنات الحية أنت المدرك أنت الواعي عارف لو اهتمت بدا؟ عارف لو ده اهتمت بي؟ وإنتوا التلاتة بس تعاونتوا مع بعض البيعة تبقى كويسة يؤكد يونس أن الإنسان هو الوحيد شوف لما أقول لك أنا وثقة فيك أنت الوحيد معنى كده أنا بميز الإنسان يؤكد يونس أن الإنسان هو الوحيد الذي يفهم معنى المسئولية ويتحمل تبعتها تبعتها يعني نتيجتها وهذا يفرض عليه نوع من الالتزام الخلقي أخلاق المسئولية عزيز الطالب بتتميز بالدفاع يعني لو بس تعاوننا لو بس حفظنا على البيئة هنضمن حقوق الأجيال القادمة في البيئة سواء مستعبى الموارد الطبعية أو موارد الأجيال القادمة في البيئة الموارد البشرية تيجي نقولها تاني عرف أخلاق المسئولية عند هنز يونس وانت بتذكر تدي ترمي المسئولية على مين؟ على الحيوان؟ لا على النبات؟ لا يبقى ترميه على مين؟ على الإنسان يبقى يؤكد يونس أن الإنسان ماله هو الأكثر وعيا وإدراكا لضرورة التعاون المتبادل بين الكائنات الحية يونس عزيز الطالب بيحمل الإنسان معنى المسئولية يبقى يؤكد يونس أن الإنسان هو الوحيد الذي يفهم معنى المسئولية ويتحمل تبعتها ونتيجتها وده بيفرض عليه نوع من أنواع الالتزام الخلقي تتميز أخلاق المسئولية عند يونس بإيه؟ بالدفاع عن حقوق الأجيال القادمة في البيئة سواء كان من مستقبل موارد طبعية أو مستقبل الأجيال القادمة في البيئة يبقى إحنا كنا بنشرح هانز يونس وقضيته ورأيه ووجهة نظره في أخلاق المسئولي تيجي ننقل جزئية تانية هانز يونس ورأيه في الأجيال القادمة في البيئة طب نطلب من فريل الإخراج ينزل لنا صورة هانز يونس مرة تانية نشوف كده يا ترى هانز يونس إيه؟ وإحنا بنتعلق على حقوق الأجيال القادمة إحنا هنتكلم على وجهة نظر هانز يونس في حقوق الأجيال القادمة في البيئة عايزين نعرف رأيك إيه هانز يا يونس؟ تيجي ناخدها كقطع فهمية سهلة وبسيطة هانز يونس عزيز الطالب بيقول يجب أن نضع في حسابتنا حقوق الأجيال القادمة في البيئة حط في حسابتك الناس اللي جاياننا في المستقبل تيجي نتخيل حالهم 2025 2030 من حس البيئة والنباتات والحيوانات والأمراض عايزين نتخيل حالهم سمع يا عاحب بيقول لي لا ده أنا مش عارفة تخيل دي الحياة تبقى صعبة طب لو إحنا عملنا حسابهم من دلوقتي لو إحنا حفظنا عليهم من دلوقتي معنى كده اللي هيحصل هنضمن إن حياتهم ما تيجي في المستقبل أفضل من كده يبقى هنز يونس طالع بيقول يجب أن نضع في حسابتنا حقوق الأجيال القادمة في البيئة إزاي يونس طب نعمل إيه؟ إوعى تعمل فعل يسبب ليهم ضرر في المستقبل إوعى تعمل فعل في الحاضر يسبب ليهم خطر سلب في المستقبل طيب سمع راحب بيقول لي وإحنا ماننا إحنا ماننا لما يبقيج هم يبقي حلاح الليل خلي بالك هنز يونس بيقول إن الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في البيئة ده واجب طبيعي علينا واجب طبيعي عليك وواجب طبيعي عليها طب ليه حتى لا تؤدي أفعلنا إلى تدمير الحياة الإنسانية في المستقبل اليوم عشان وإحنا بنلوص الميا وإحنا بنلوص النبات وإحنا بنلوص الحيوان تخيل حياتهم في المستقبل هتيجي حياة مضمرة خلي بالك هنز يونس عزيز الطالب بيدافع عن حقوق الأجيال القادمة في المستقبل ليس فقط لكي يعيشوا وإنما نوع من أنواع الارتقاء بحياتهم طب ليه الارتقاء بحياتهم تعال كده نعمل ممثلة صورة كده بسيطة نعمل تشابه خدت في التاريخ على حد معلوماتي إن تم افتتاح قناة السويس أيام الخديوس معي على حد معلوماتي وخدت في التاريخ إن عشان نعمل الحفلة تم الاستدانة من الدول الأجنبية خاصة إنجلترا يا ترى هل الديون خلصت؟ لا لازلنا بندفعها معنى كده لو كان الخديوس اسماعيل ما استدانش كان زمن حنة أفضل طب إحنا بالنسبة للخديوس اسماعيل اسمنا أجيال قادمة هل هو عمل حسابنا؟ لا نفس الكلام هنز يونس بيوصينا حافظوا على البيئة ده واجب طبيعي لأن كلنا عايشين فيها يبقى معنا كده هنز يونس بيقول أنا مش عايز أحافظ عليها عشان يعيشوا فقط وإنما للارتقاء بحياتهم حتى لا تؤدي أفعالنا إلى تدمير الموارد المادية والصروات الطبعية يبقى تاني احنا قلنا إيه؟ ثلاث جمل كده سهلين لو ضمننا بس البيئة هتكون البيئة زي ما احنا شايفين الصورة بيئة نظيفة خالية من أي تلوث بس إمتى للناس اللي جاينا فين؟ في المستقبل يبقى هنز يونس واحد يجب أن نضع في حسابتنا حقوق الأجيال القادمة في البيئة تخيل كده حالهم وهم عايشين في البيئة دي بص الشجر بص المية حتى شكل البيئة تحس أنها حياة راقية وخالية من أي تلوث معين يبقى هنز يونس عزيز الطالب بيقول يجب أن نضع في حسابتنا حقوق الأجيال القادمة في البيئة إزاي؟ ما نعملش فعل يسبب ليهم ضرر في المستقبل نسي الضرر خطر سلب في المستقبل هنز يونس عزيز الطالب خلي بالك بيقول إن الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في البيئة واجب طبيعي واجب طبيعي على الإنسان حتى لا تؤدي أفعاله لتدمير الحياة الإنسانية لما أنت تلوث وأنا لوث البيئة وده يلوث وده يلوث الحياة في المستقبل هتيجي مضمرة أنت يا هنزي يونس عايز من هنا إيه؟ هنزي يونس بيقول أنا طالع عدافة عن حقوق الأجيال المستقبلية ليس فقط ليس فقط لكي يعيشوا وإنما نوع من أنواع الارتقاء بحياتهم حتى لا تؤدي أفعالنا لإيه؟ لتدمير موارد مادية وصروات طبعية معنى كده حقوق الأجيال القادمة تتميز من جانبين من حقوقهم أنهم يلعوا حاجتين موارد بشرية وصروات طبعية اختمت كلامك يا هنزي يونس هنزي يونس طالع يقول يجب علينا كجيل حالي أن احنا نحافظ على حقوق الأجيال القادمة في البيئة يبقى خلي بالك احنا تكلمنا على هنزي يونس في جزئيتين عرف أخلاق المسؤولية عند هنزي يونس وكلمنا على جزئية تانية ايه جزئية تانية؟ رأي هنزي يونس في الدفاع عن حقوق الأجيال القادمة في البيئة تعالوا نشوف رأي دانيال كالهان يا ترى ايه وجهة نظره تعالوا الاول نعرض صورة لدانيال كالهان ونعرض ده صورة دانيال كالهان والهانز يونس هانز يونس احنا عايزين صورة نشوف صورة كده لدانيال كالهان ونشوف رأيه في الدفاع عن حقوق الأجيال القادمة في البيئة يبقى السؤال هيجي يقول لي اقترح ميساقا للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في البيئة عبا المفرير الاخراجي نزل لنا صور دانيال كالهان تعالوا نشوف يا ترى دانيال كالهان هيقول ليه طريقة سهلة عشان تحفظ بيها انا عايزة منك تلت جمل واحد اتنين تلاتة تلت جمل وانت بتذكرهم تبتزي كده الأجيال الحالية الأجيال الحالية تالت رسالة الأجيال الحالية طبعا فيه أحد الطلاب برضو بعت لنا رسالة بيقول ان هو بيقعد يحفظ معنا واحنا بنعمل الرسم التخطيطي سواء مادة الفلسفة أو مادة المنطق طالب ده من الطلبة الممتازة حتى بتجاوب على بعض الأسئلة اللي احنا بنطرحها طالب اسمه أحمد محمد طبعا احنا بنقول لأسماء كنوع من أنواع التدعيم والتشجيع لبعض الطلبة احنا برضو في نهاية الحلقة هنقول مجموعة من الأسئلة وارينا شطرتك في انك تجاوب عليهم اي حاجة مش عارفة احنا على تواصل معاك بسبيل ان احنا ندعمك ونقويك وتشوف لو اي حاجة عندك فيها اي مشكلة تعال نشوف رأي دانيال كالهين في الدفاع عن حقوق الأجيال القادمة احنا قلنا هنكتب تلات جمل الأجيال الحالية الأجيال الحالية الأجيال الحالية ناخد الجملة الأولى الأجيال الحالية يجب ألا تتصرف بطريقة تشكل ضررا طب تفتكر لمين برافو عليك للأجيال القادمة في البيئة الأجيال الحالية يجب ألا تؤثر على قدرة الأجيال الحالية في انها تعيش بايه بكرامة ما تأثرش على كرامتها طب الأجيال الحالية في دفاع عام مصالحها الخاصة لازم تقلل من المخاطر الى حد ما تيجي نقول الحتة دي تاني تاني السؤال هيجي كالتالي هيقول لك اقترح ميساقا للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في البيئة طلبة منك تحفظ ثلاث جمل بدايتهم أجيال حالية أجيال حالية أجيال حالية طب انت نسيت احنا اسمنا أجيال حالية الناس اللي جاي في المستعب اسمها أجيال قادمة طب واحد الأجيال الحالية يجب ألا تتصرف بطريقة تشكل خطرا نسيت خطرة ضررا طب نسيت ضررا سلبا للأجيال القادمة في البيئة طب الأجيال الحالية يجب ألا تؤثر على كرامة الأجيال القادمة في البيئة نحافظ على كرامتهم انهم يجوا يلاقوا علاج يلاقوا تعليم يلاقوا بيئة خالية من أي تلوث طب تلاتة الأجيال الحالية في دفاع عن مصالحها الخاصة عايزة ترجمها لك بعد الحالة ان شاء الله هروح أستطط في مشكلة لا طب وانا باستطط أستطط بالصنار عشان ملوس البيئة مينفعش هروح أستطط بديناميت طب ليه عشان ملوس البيئة يبقى أنا بعمل مصلحة الخاصة وبقلل من المخاطر إلى حد ما طيب نعرض كده صورة دانيال كلهام وإحنا بنقول الكلام عشان تكون الصورة متشابكة ولزقة فيك ولزقة في عقليتك زي بالضبط نظرية التعلم الشرطي الكلاسيكي ده صورة دانيال كلهام طبعا السؤال بيجي اقترح ميساقا للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في البيئة قلنا هنبدأ ناخد طب التليفون ألو 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 أيوة السلام عليكم عليكم سلام مين دعاء ازايك دعاء عاملين الحمد لله طوام كويسة طب الحمد لله بتكلمينها منين يا دعاء من المينيا آه ضحة بعيدة قوي الدنيا ماشي معاك كويس في الفلسفة آه تمام طب الحمد لله في عندك سؤال لا أنا عايزة تسيل عايزة تسيل جهزة يعني آه جهزة طيب ميش طب لو ما جاوبتيش ما ما فيها يا كوب بقى خلاص آآ الباب الأول جهزة بيه كله آه جهزة طب في حتة بس أنا نسياها فممكن نساعديني فيها إسهامات ابن رضوان في مجال الفكر البيئي حدد إسهامات ابن رضوان في مجال الفكر البيئي درسة تأثير المكان وعروسة البيئة على الإنسان وخصائص المكان ها قدم تاني قدم دراسة بي اي 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 كولوجية تربط بين بين الإنسان وبيئة الأسباب والنتيجة بطريقة جدلية تلاتة تتسم دراسته بيه درسة موقع مصر البيئي وما نخيل يؤكد أسر الموقع على السكان برافو عليك أكد على أسر البيئة في أخلاق المصريين شاطرة برافو عليك طب وابن خلدون فكرة شوية ميز ما بين اي و اي بيه بين البيئة الصالحة للعمران والغير صالحة للعمران عمل كتاب اسمه اي عمل كتاب اسمه العبر ودوين الفكرية مقدمة ابن خلدون كتاب العبر في ديوان المبتدأ والخبر ها تحدث عن أسر الهواء في أخلاق البشر مثل السودان وتأثر على الحر في تقوين سخصياتهم الأقاليم الحر زي مصر والسودان والأقاليم الباردة برافو عليك وتحدث عن أسر البيئة ونوعية الامران على نوعية والحياة السياسية برافو عليك يا دعاء مفيش عندك آس تبصر في الباب الأول لا طيب برافو عليك طبعينا الحلقة الجاية نستناكي عامليه مراجعة على الباب الأول كله عشان تبيت ساعديني في الإجابة ماشي مع السلامة يا دعاء نرجع تاني لدانيال كلهان قلنا بيجي السؤال يقول لك اقترح ميساقا للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في البيئة انت نسيت تماما أجيال حالية أجيال حالية أجيال حالية واحد ما تعملش خطر للأجيال القادمة اتنين خلي بالك الأجيال الحالية مالها تحافظ تحافظ على كرامة الأجيال القادمة طب تلاتة الأجيال الحالية في دفاع عن مصالحها الخاصة وأنا باستطط يبقى بحافظ بعمل مصلحة الخاصة بقلل من المخاطر إلى حد ما تعالوا نشوف هانزيونس طالعي يتكلم ويقول إيه تاني هنتكلم على نتائج دعوات يونس نتائج دعوات يونس خلي بالك نتائج دعوات يونس السؤال بيجي يامي يجي مباشر يقول لك أسكر نتائج دعوات يونس يامي يجي السؤال برضو بهذا الشكل ويقول لك اقترح ميساقا كلمة ميساقا يعني أسس اقترح ميساقا للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في البيئة طب ناخد محمد من إينا ممكن يكون هيساعدني في الإجابة ألو أسلام عليكم وعليكم السلام زاك يا محمد الله يا سلام الحمد لله تمام أنت عامل إيه في الباب كويس كله يا كنت عايزة حد يا محمد يساعدني في الإجابة بتاعت نتائج دعوات يونس أنا استنى اتصالك مرة تاني يا محمد كنا منتكلم على نتائج دعوات يونس خلي بالك سؤال من الأسئلة المهمة جدا اقترح ميساقا للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة يتختار دانيال كلهان يتختار نتائج دعوات يونس معنى كده سمع وحب بيقول لي طب أحفظ ده أسيب ده لا ما هو ممكن يجي سؤال يقول لك أذكر نتائج دعوات يونس سنت جاهز بتلت جمل أجيال الحالية الأجيال الحالية وجاهز من نتائج دعوات يونس طب تيجي نقولها بطريقة بسيطة نتائج دعوات يونس كأنه بيقول لنا الخلاصة كأنه بيحملنا المسئولية طب إيه عايز مننا إيه يا هنزي هيونس عايز بص بيقول لك إيه للأجيال المقبلة حق في كوكب أرض بقى أن يكون خالي من التلوث حقهم يجيوا إنهم يلقوا بيئة نظيفة طب تيجي نشوف شكل البيئة النظيفة نعرض كده نطلب من فريق الإخراج نزل لنا صور لبيئة نظيفة نشوف شكل البيئة شكل الخضرة طب شكل المية طب شكل الدنيا هتكون عاملة فيها إزاي يبقى للأجيال المقبلة حق في كوكب أرض بقى أن يكون خالي يا سلام من أي تلوث بيئة جميلة طب فيه صور تانية اللي بيئة خالية من أي تلوث بص منظر البيئة طبعا شكل طحفة مية جميلة خضرة بص الحيوانات صحة جيدة يبقى دي أول جملة الهن هنز يونس طب تعالوا نشوف تاني جملة على كل جيل يشترك في ملكية كوكب الأرض مالو منع الأضرار التي تصيب الحياة على كوكب الأرض شايف زي ما أنت شايف جبنا صورة الصورة دي حتى احنا كنا أنا فاكرة ان احنا كنا بناخدها في دروس القراءة واحنا صغيرين العربي كان بيعلمنا ازاي التعاون من أجل الحفاظ على البيئة طب يبقى احنا قلنا جملتين قلنا للأجيال المقبلة حق في كوكب الأرض بأن يكون خالي من التلوث قلنا على كل جيل اللي يحصل على كل جيل منع الأضرار التي تصيب الحياة على كوكب الأرض طب تالت جملة ما تنساش طاقة مسئولية على كل جيل الرقابة الدائمة للتغيرات التكنولوجية التي تؤثر سلبا على الحياة بكوكب الأرض من أجل حماية الأجيال القادمة في البيئة معناها إيه سامع واحد بقول لي معناها إيه ما تنبهرش بأي فكرة تكنولوجية تكنولوجيا زي ما لها إيجابيتها لها سلبيتها العودة للحياة الطبعية البدائية مثل ما قالها جانجا كروسو لأن الحياة الصناعية بيها المزيد من التقدم وإحنا إصبحنا عبيد لهذا التقدم معنا كده إحنا بالنادي بعزل التقدم لأ وإنما عدم الإنبار بالفكرة خير الأمور هو الوسطية خلي بالك رقم أربعه عبيد ستيجي نقولهم تاني تاني يجي السؤال يقول لك اقترح ميساقا للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في البيئة ياما تختار ثلاث جمل دانيال كلهان ياما تختار ثلاث جمل عند نتائج دعوات يونس احنا قلنا في دانيال كلهان هتقول اجيال حالية اجيال حالية اجيال حالية عند هانز يونس واحد للاجيال المقبلة حق في كوكب الارض بانه يكون خالي من اي تلوث حقهم اتنين ايه اللي بيحصل على كل جيل كل جيل يشترك في ملكية كوكب الارض منع الاضرار التي تصيب الحياة على كوكب الارض تخيل كده لو كل جيل يوصي الجيل اللي بعده حافظ على كوكب الارض ما تلوث ما تهدمش نخلي البيئة كلها نظيفة طب تلاتة تقع مسئولية الرقابة الدائمة للتغيرات الناتجة عن التكنولوجيا التي تؤثر سلبا على الحياة على كوكب الارض من اجل حماية الاجيال القادمة في البيئة طب اربعة لازم ناخد اجراءات زي تعليم زي ابحاث زي قوانين وتشريعات من اجل الحفاظ على البيئة اخر حاجة لازم دعوة المنظمات الحكومية والغير حكومية والافراد من اجل تنفيذ هذه المبادل طب تيجي نعمل خريطة عشان ما انتهش في الجزئية دي هذه الخريطة هي قدامك انا بس محتاجة انك تسطب عقليتك على هذه الخريطة ايه الخريطة ادي هانز يونس وانت بتذكره ادي هانز يونس استأذنك لو لمحتك المسمع اخلاء المسئولية يبقى على طول انزل باخلاء المسئولية الانسان اكثر وعيا الانسان هو الوحيد الذي يفهم معنى المسئولية لو لمحت اسكر وجهة نظر هانز يونس في الدفاع عن حقوق الاجيال المستقبلية يبقى على طول تتكلم على حقوق الاجيال المستقبلية لو لمحت اقترح ميساقا اقترح ميساقا للحفاظ على حقوق الاجيال القادمة معا الجزئتين يم تختار دانيال كلهان ودانيال كلهان هتقول تلات جمل اجيال حالية اجيال حالية اجيال حالية يم تختار تلات جمل عند نتائج دعوات يونس يبقى انت ما تلغبطش نفسك سستم دماغك ادي هانز يونس لمحت اخلاء المسئولية بنزل بيها لمحت وجهة نظره في الدفاع بنزل بيها اقترح ميساقا يم تختار دانيال كلهان يم تختار نتائج دعوات مين يونس تيجي نشوف احنا قلنا اخر نقطة يجب دعوة المنظمات الغير حكومية والافراد لتنفيذ هذه المبادئ طب احنا عايزين نعرف يعني منظمة غير حكومية منظمة غير حكومية يعني منظمة تطوعية لا تستهدف الربح بيقودها مجموعة من الافراد ليهم اهتمامات مشتركة اهتمامات مشتركة كل خمسة كل جروب كل جزئية طالعين يدفعوا عن حاجة معينة جزء يدفع عن الحيوان جزء يدفع عن الطفل جزء يدفع عن البيئة جزء يدفع عن المرأة وممكن تكون على اساس محلي او اقليمي او عالمي طب تيجي نكتبها بطريقة سهلة كده وبسيطة تعالوا نكتبها احنا عايزين نعرف يعني ايه المنظمة غير الحكومية ادي المنظمات الغير حكومية المنظمات غير الحكومية قلنا المنظمة الغير حكومية هي منظمة غير حكومية وانت بتذاكر هي منظمة تطوعية هي منظمة لا تستهدف الربح يقودها افراد ما لهم لهم مهام مشتركة طب ايه مهامهم المشتركة يأم يدفع عن حيوان يأم يدفع عن طفل يأم يدفع عن مرأة يأم يدفع عن بيئة يبقى ادي حيوان ادي طفل ادي مرأة ادي مين ادي بيئة طب ممكن يكونهم على مستوى محلي او اقليمي او عالمي هدفك ايه منظمة قالت هدفي اساعد الدولة في انها تحافظ على البيئة لان الدولة تعاني من شلل في بعض اجهزاتها وعجز وبالتالي هي طلعة تحافظ على البيئة السؤالك بيجي ازاي عرف المنظمات الغير حكومية موطحا هدفها طب تيجي نشوف او قبل ما نشوف هل ينفع المنظمة تأدي العمل بنفسها تحافظ على البيئة او تنشر الثقافة البيئية وتشجع لا يبقى المنظمة بيكون لها مداخل كلمة مداخل الزرع معينة لمساعدة المنظمة تيجي نشوف المداخل تعاني نشوف المداخل ازي المداخل معايا مداخل مداخل المنظمات غير الحكومية كم مدخل يا امي يجي السؤال يقولك لو سمحت حدد مداخل المنظمات الغير حكومية يا امي يجي السؤال يقولك لو انت عضو لو انك عضو لو انت عضو في منظمة غير حكومية اي المداخل تتبنى ولميزة يعني لو انت شغال في المنظمة دي غير الحكومية يا طرع اي مدخل من دولها تتبنى ولميزة يبقى انت من حقك تختار اصحاب القرار او الفاعلين الاقتصاديين او المنظمات الغير حكومية طب تعالوا نبدأ بالمدخل اولين مدخل اصحاب القرار يا طرع ياخد قرار بايه يبقى وضع تشريعات لحماية البيئة والحرص على تنفذها طب اتنين تشجيع الثقافة البيئية والبحاث العلمية اللي من شأنها نتحافظ على البيئة يبقى دي المدخل خلي بالك يجي السؤال يقولك حدد مداخل حماية البيئة حدد مداخل المنظمات لو قالك حدد المداخل يبقى انت مطالب بالتلات مداخل لو قالك لو انك عضو في منظمة غير حكومية اي المداخل تتبنى ولميزة انت من حقك هختار اصحاب القرار واشرح اجزائه هختار الفعالين الاقصاديين واشرح اجزائه هختار المنظمات غير الحكومية واشرح اجزائها احنا قلنا مدخل يهم اصحاب القرار وضع تشجيعات لحماية البيئة طب اتنين تشجيع الثقافة البيئية طب مدخل يهم الفعالين الاقصاديين تخصيص جزء من موارد الدولة لشؤون البيئة جزء كده اي حاجة بتعمل لنا تلوز بيئي خلال بيئي احنا هنحرص على ايه احنا هنحرص على التقليل منه طيب مدخل يهم المنظمات غير الحكومية المشاركة في المجهودات لحماية البيئة المنظمة بنفسها هتشارك في المجهودات لحماية البيئة كمان هتشجع الثقافة البيئية وهتنشر الثقافة البيئية يبقى معنا كده من اجل جعل البيئة سؤال يقول لك حدد مداخل حماية البيئة ياميج السؤال يقول لك اي المداخل تتبنى ولي ميزة لو انك عضو في المنظمة الغير الحكومية هاختار ادي معي مدخل اتنين تلاتة طب تعالوا نشوف امثلة للمنظمات غير الحكومية انا عندي مثالين تعالوا كده نشوفهم ادي الامثلة للمنظمات غير الحكومية عندي منظمة اسمها منظمة السلام الاخضر لحماية البيئة والسلم وعندي منظمة اخرى اسمها منظمة المنظمة العالمية للحيوانات البرية منظمة منظمة غير حكومية منظمة غير حكومية تطوعية تطوعية امريكا اوروبا امريكا الشمالية امريكا الجنوبية ماشي ما نستخدمش ما نستخدمش اسلحة نووية برافو عليك هتقول لي طب ما نستخدمش مبيدات كيموية برافو عليك طب نحافظ عصر والطبيعية برافو عليك طيب نعمل حماية للبيحار والمحيطات والغبات منظمة طلعة اسمها السلام الأخضر لحماية البيئة والسلم اهتمامتها اكيد زي ما احنا شايفين عايزين نخلي البيئة نظيفة نفسها يبقى معنك طب ناخد التليفون ده ونرجع نكمل الو الو السلام عليكم وعليكم السلام زكي اماني الله يسلامك يا مساء عامل ايه الحمد لله انت اللي حضرتك عامل ايه انا عندي برضي شوية بس اهو الحمد لله احسن عامل السلام علي حضرتك ربنا يخليك يا اماني عايزة تسألي ولا عندك سؤال اي حاج عايزة تسأل بس يعني ما عندكيش سؤال لا طيب ماشي انا كنت بشرح منظمة ذكرتي على منظمة السلام اللي اخضر اه انا ناسي اهتمامتها تعرفوا تكلمين على منظمة السلام اللي اخضر لحماية البيئة والسلم اه ماشي قولي اه حماية البحر حماية البحر الغبات ماشي المحافظة على الموارد الصبيعية ماشي الحد من الاسلحة النووية تخلي عن استعمال موبيدات الكوموية السامة برافو عليك طب بأسألك سؤال تاني ماشي تفضح اه كان فيه جزئية احنا نسينا نقولها في الحلقة حتى جلنا تعليق ان انتم سيتوا تقولوها عقب برأيك على قراء ابن خلدون وابن ردوان عرفها تعقيب اه نرى ان عراك بن خلدون وابن ردوان لم تتعدى النظرة العلمية النظرة العلمية الوصفية الدقيقة الوصفية الدقيقة علاقة الانسان العلاقة الانسان بالبيئة ماشي بس كده ها اه هو في حاجة ثانية بس نتس weitere ان علاقة الانسان بالبيئة عبارة عن تأسر وتأسير متبادل عبارة عن تأسير وتأسير متبادل ماشي رفع لك يا أعماني ما فيش عندك اي سؤال لا شكرا ماشي الحلقة الجاية ان شاء الله هنرجع الباب الاول هستنى مكالمتك معانا عشان يمكن اكون فيه اسئلة لنا نسي اجابتها ماشي يا اماني مع السلام زي ما اماني فعلا قالت لنا حتى لو انت نسي الاجابة المنظمة لها اهتمامات اهتمامات منظمة السلام الاخضر لحماية البيع والسلم ما نستخدمش اسلحة نووية ما نستخدمش مبيدات كيموية نحافظ على السروات الطبعية نعمل حماية للبحار والمحيطات والغابات طب تيجي نشوف المنظمة التانية المنظمة العالمية للحيوانات البرية منظمة طوعي وغير حكومية طيب يا طرى انا ناسي اهتمامتها اسمها ايه حيوانات شايف الصورة قدامك حيوانات يبقى معنى كده حماية الحيوانات خاصة المهددة بالانكراد زي ما احنا شايفين الصور طيب طالما ان احنا بنحافظ على الحيوانات المهددة بالانكراد يبقى نعمل لهم نعمل لهذه الحيوانات برفع لك محميات طبعية واخيرا ان احنا نحافظ على الغابات من التضهور الباب سهل وجميل ما فيش فيه حاجة عايز بس انك تكون ملم ان الباب بيتكلم على فلسفة البيئة وان ان الانسان اهمل البيئة من خلال استخدام والمبالغ فيه في التقدم العلمي والتكنولوجي الرهيب اللي اثر على جميع الكائنات الحية وعلى رأسها الانسان نفسه قلنا ايضا ان الانسان كل الفلسفة طلعة بتبزي المجهودات عشان تحافظ عليها منهم من اهتم بالحيوان امثال بيتر سينجر وتوم ريجن منهم من دعا الى احترام اخلاقيات الارض امثال قلد وليبولد منهم من دعا الى احترام الشيء لزيته صاحب مذهب الايكولوجيا العميقة ايرني نايس منهم من دعا وحمل الانسان المسئولية وهو هانز يونيس منهم من اقترح ميثاقا للحفاظ على حقوق الاجال القادمة في البيئة امثال دانيال كالهان وميم وهانز يونس تعالوا كده نشوف احنا خدنا ايه النهاردة نعرضه في صورة سؤال واجابة الحلقة الجاية ان شاء الله هتكون موضوع لمراجع على الباب الاول اسئلة هتكون كلها متنوعة على الباب الاول بحيث انك انت نلم الباب الاول كله في حلقة واحدة تعالوا كده نشوف ايه الاسئلة اللي احنا قلناها على حلقة النهاردة احنا قلنا اعرض ستة من مبادئ الايكولوجيا العميقة ستة انت معاك تمام مبادئ احنا عزين ستة بس كل ما ابدأ بيبقى عليه نص درجة ان عافية وترعرع الحياة البشرية وغير البشرية على الارض لها قيمة في حد ذاتها ان تنوع اشكال الحياة له قيمة في حد ذاته تلاتة ليس من حق البشر انه يقلل التنوع في الحياة الغير بشرية الا من اجل تلبية الاحتياجات الاساسية الحيوية اربعة ان اصدهار الحياة البشرية وغير البشرية يتطلب عدد سكان اقل خمسة ان التدخل الانساني في عالم الحياة لغير بشرية اصبح مبالغ فيه والوضع يزداد سوء طب ناخد احمد يمكن يفكرني بالمبدأ السادس قالو قالي كماني وعليكم السلام زاكي احمد الحمد لله معاك سؤال يا ابن معاك سؤال بحسب هتساعدني في المبدأ السادس اي ابن بحسب هتقول لي المبدأ السادس بتاع الايكولوجيا العميقة عشان نسيته طب انا انا حافظهم بتكسيب كله ايه حافظها حافظ ستة منهم بالترتيب انت حافظهم بالترتيب طب انا عايز المبدأ السادس ها السادس ايوا انا كنت ممكن اقول لي انه الزهار السادس تبساني يا الله معليش ايوا عقونها تفتح شايفك بتفتح كتاب لا انا 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 حافظهم كلهم السادس انا ما اقول نفسي على من يوم بالنقاط السابقة يجب عليها التغيير بعد كده نقول الزهارة الحال بشرية والغير بشرية يطلب عادي السكان ارقام ويصدر الحال بشرية والغير بشرية يطلب امر الزهارة في حد ذاتيها انا مرتبهم كده بس ماشي طب قول لي بقى السؤال اللي انت عايز تسأله ما النتائج المترتبة على ما النتائج المترتبة على تهديد البيئة الطبيعية قولت كده تاني ما النتائج؟ النتائج المترطبة على جوانب تقدم العلم البشري البشري؟ طب تفتكر ايه الجوانب؟ هاقولك على حاجة تقدم علم بشري البيئة تعالى بس ناخدها كده بالتفصيل تعريف فلسفة البيئة ايه هو؟ ايه تعريف فلسفة البيئة؟ حلم التي ظهرت نتيجة الايه؟ بص بقا ادي التقدم العلم البشري التقدم العلم البشري قدنا ان احنا ندرس فلسفة البيئة حصل فيها خلل ايه نتيجة المترطبة؟ خلي بالك خط مرحلة اسمها القهر والاستبداد صح؟ بلغ العلم المعاصر تطورا شديدا بدأ الانسان بتقدمه العلمي ان يقر الطبيعة ومن اهم ما اصرها حاجتين احداث والهندسة الوراسية والاستنساخ مما اصبح يغير من شكل الكائنات الحية شايف الضريبة؟ ادي التقدم العلمي والبشر الرهيب يبقى البيئة اصبحت ضحية للتقدم التكنولوجي عندك جزئية التعريف وعندك الحطة الخاصة بمرحلة القهر والاستبداد ايه بس الاساس عندك مرحلة القهر والاستبداد دي النتيجة المترطبة عليها احداث تحولات ودي الهندسة الوراسية والاستنساخ ماشي يا حمد مع السلامة طبعا احنا كنا منتكلم على الست مبادئ وقلنا لابد من تغيير المبدأ السادس الثقافة لابد من انجاز بعض التغيرات السياسية التكنولوجية الثقافية حتى يتحسن الوضع عن الوضع الحالي عندنا تاني سؤال بيقول لي عرف اخلاق المسئولية عند هينز يونس طبعا قبل ما نختم الحلقة هنكتب المجموعة من الاسئلة دي ونشوف مين اللي هيعرف يجاوب الاسئلة دي طبعا نعرف اخلاق المسئولية عند هينز يونس خلي بالك تلات نقاط يؤكد يونس ان الانسان هو الاكثر وعيا وادراكا لضرورة التعاون المتبادل بين الكائنات الحية يؤكد يونس ان الانسان هو الوحيد الذي يتحمل معنى المسئولية ويفهمها وده بيفرض عليه نوع من انواع الالتزام الخلقي اختم كلامك تتميز اخلاق المسئولية بالدفاع عن حقوق الاجيال القادمة في البيئة طب تعالوا نشوف السؤال ده اعرض وجهة نظر هينز يونس في حقوق الاجيال المستقبلية خلي بالك يجب ان نضع في حساباتنا حقوق الاجيال القادمة ليه حتى اي ان لا نقوم بفعل في الحاضر يسبب اليوم ضرر في المستقبل وده واجب طبيعي على الانسان حتى لا تؤدي افعالنا الى تدمير الحياة الانسانية اليوم يؤكد هينز يونس ان المسئولية الاخلاقية ليست فقط لاجيال المستقبل وانما للارتقاء بحياتهم ليه حتى لا تؤدي افعالنا الى تدمير حياة مدية وصروات طبعية تتميز اخلاق المسئولية بتوفير جانبين موارد بشرية وصروات طبعية يجب علينا كجيل حالي ان احنا نحافظ على حقوق الاجيال المستقبلية طبعا الناس اللي بتكتب ورانا الاسئلة ادي السؤال الاولاني عرف اخلاق المسئولية عند هينز يونس اعرض وجهة نظر هينز يونس في حقوق الاجيال القادمة او المستقبلية خلي بالك ادي السؤالين كتبناهم بص في السؤال الثالث اقترح خلي بالك من السؤال ده نيه ساقا للحفاظ على حقوق الاجيال المستقبلية لو جالك السؤال ده خلي بالك يا دانيال كالهان يانز يونس رابع سؤال معايا اعرض اهتمامات енно من Moses كلنا من 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 منectة من مستقبلية المجهار السلام المنطقة الاخضر ك Corner من تانيز من تانيز من تانيز من تانيز من مستقبلية منت من منت عضو في منظمة غير حكومية اي المداخل تتبنى ولميزة لو جالك السؤال ده انت من حقك انك تكتب اما مدخل يهم اصحاب القرار اما مدخل يهم الفاعلين الاقتصاديين اما مدخل يهم المنظمات غير الحكومية احنا كتبنا خمس اسئلة عرف اخلاق المسئولية عند هانز يونس اعرض وجهة نظر هانز يونس في حقوق الاجئة المستقبلية اقترح ميساقا للحفاظ على حقوق الاجئة المستقبلية اعرض اهتمامات كلها من منظمة السلام الاخضر والحيونات البرية واخر سؤال لو انك عضو في منظمة غير حكومية اي المداخل تتبنى ولميزة احنا لسه في اول باب وارد انك تذاكر وتنسى فيش مشكلة اعمل تنافس مع الزاد حط نفسك مستوى تسعى لتحقيقه الناس اللي بتتعب بتوصل للهدف اللي هي عايزاه لان النجاح مش بيجي بسهولة بس انت لازم تكون راضي عن نفسك انك انت بتذاكر وبتبزي المجهود طبعا احنا ان شاء الله في الحلقة الجاية هنعرض ونتناول كل الاسئلة على الباب الاول هتاخدها كأنها مراجعة ليك قبل ما نخش في الباب التاني قدي معاك مجموعة من الاسئلة طبعا في حالة وجود اي سؤال انت مش عارفه عندك عديد من الجروبيات موجودة على الفيسبوك اعرض السؤال اللي انت مش عارفه واحنا بنقوم بالاجابة عليه حط نفسك هدف ما تكراش المادة لا بالعكس المادة هي اللي هتوصلك للوصول للهدف تأفيلك ليها هو اللي هيساعدك ويعلم المجموعك احنا حاولنا ان احنا نغطي اكبر جزء واكبر كمية من الاسئلة طبعا احنا في انتظاركم الحلقة الجاية ان شاء الله هتكون معانا مراجعة على الباب الاول كله اجزاء مختلفة من الاسئلة ومن ضمنها اسئلة كتاب المدرسة كده عزقنا الطلبة والطالبات نكون قد وصلنا الى نهاية حلقة النهاردة لكاء اخر حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة